هل ترغب في مضاعفة الثواب وهل تتطلع للدرجات العلا في الجنة فحافظ إذن على صلاة الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وبكر إليها فور سماع الأذان قال مطر الوراق كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة توضأ في بيتك قبل الذهاب إلى المسجد لما في ذلك من الفضل العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة احرص على إدراك تكبيرة الإحرام والصف الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول كن حريصا على تسوية الصف والمحاذاة بالكعب والمنكب والعنق مع المقاربة بين الصفوف قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة احرص على إتمام الصفوف الأول فالأول لقوله صلى الله عليه وسلم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكم في الصف المؤخر واحذر من وجود عوجاج في الصف فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم احرص على متابعة الإمام فلا تتقدم عليه ولا تساوه ولا تتباطأ عن متابعته قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وليحرص أصحاب الفقه والعلم على أن يكونوا خلف الإمام لينبهوه إذا أخطأ ويفتحوا عليه في القراءة إذا نسيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم فاحرص على صلاة الجماعة فإن ثوابها عظيم والسعي إليها من صفات المؤمنين قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ترجمة نانسي قنقر